في فن الحديث مع الراجل ولو معاك وراء وقلم اكتبه ورايا الناس اللي بيتفرجوا علي والناس اللي بيسمعوني ويقول لنا لو معاك وراء وقلم نصايح في فن الحديث الى الزوج اول حاجة الصمت بتاع زوجك ما يخوفكيش لان الصمت ده بيعني ان هو طبيعي علاقتكم مش بس بخير قوي لكن لا يعني هو طبيعي وبيجي لهم وقت اسم وقت الصمت ووقت دخول الكهف ووقت دخول الكهف ده هوات بناتي بيسمعوني عايز عزين بيسمعون يلا خلوهم ياخدوا خبرة منشوف بنا يصلح حال ومحل بنات المسلمين اجمعين لما امين فيه فترة بيجي على الزوج او على الرجالة عمتا اسمها فترة دخول الكهف بيتكلمش صمت قاعد كده يا راجل تبتكلم ده لو كان ابو الهول نطق ما تنطق يا سيك ما بينطقش او قاعد قدام القنوات او قاعد على الفيس عمالي يعمل كده او على تويتر عمالي شوفت ما بكرقش عمالي يعمل كده بس موضوع صمته زي ما قلتلك دي حالة ممكن تكون حالة سايكولوجية خاصة به هو كراجل وبيجي فترة كده مش عشان ما بيحبكيش انت ببقيتش تكلمني انت بقيتش تحبني انت بقيتش تعمل كده وتكلمني لا هو طبيعا اعرف اللي بيجيه الوقت يصنق فهم ييجي الوقت اللي هيتكلم ولا يقول ولا يتصل ولا في الشغل تقول لك واحدة مثلا بييجي ايه بيقعد شهر برة وبعدين يجي اسبوع في الشهر ده ما نعرفش عنه حاجة هيكلمنا مرة ولا اتنين وييجي الاسبوع دوت منه 3 يام ساللا لا 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 طبيعا طب نعمل اين جيب المواضيع اللي فيها شغف وده الحل المواضيع اللي فيها شغف بينك وما بينه وفيها اعتمام بينك وما بينه وابتدي ان انا ايه وابتدي ان انا افتح المواضيع المشترقة بينك وما بينه المرأة الزاكية اللي ما بتتحدثت لزوجها او اكتر من 10 دقائق بس ابصلي بعد 10 دقائق ابصلي لأي انا مخو هيفصل اصلا عشان ما تبقاش مصدر بقى لا الصداع ولا مصدر غم ولا مصدر كذا صوت المرة أصلا لما بتقعد تتكلم كتير بيزود عنده الضغط بيزود عنده الضغط أفضل التواصل أفضل الطرق للتواصل مع الزوج إن أنا أتكلم بحبة صغيرة وبعدين أسكت واسمعوا كلام ده يا ريت بتكونوا بتكتبوا ورايا أتكلم سبع دقايق وبعدين أسكت شوية وبعدين أبصله بصة كده حانية جزابة كده من بصة النساء مش بتصغريله بصة حانية من بتاعة النساء النساء بيبصوا كده بصة حلوة بصة جميلة بصة نظرة حانية ورجعي تاني يقولك كلمتين تلاتة اللي إنتي عايزين تقوله خير الكلام مقلة ودل كل ما كان كلامك قليل ونظراتك حلوة وصوتك حلو وبسميتك حلوة تطقق إن شاء الله كده خلاص دي معناها بحبك أصلا وهو يقول أنا حابب يقعد معاه ليه لأنها مش دهوش هدماغ بس ده ما يمنعش إن احنا نتكلم في القضايا المهمة أنتوا فاهمين إزاي ده مش معناه إن احنا بنتكلم في بس كلام عادي عشان ما أعرفوش ما قلو لا 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 أنت محتاج تعرف البيت على إيه وإيه المشاكل اللي عندنا أولادك عملوا إيه والدنيا ماشية تساتح أنت محتاج حاجة زي كده لما بتيجي تتكلمي مع الراجل ويحصل بعد للكلام أو بعد لنظرة العين يعني بتتكلمي معاه ويبعد عينه والكلام ده هو مركز على فكرة مش معنى كده إنه مش منصد لا هو مركز بالعكس هو مركز ومهتم اللي إنتي بتقوليه بس بيفكر في حيثية الراجل لما بيجي يبص إحنا مزينة تبص في عيني عشان تهتم بي وتكلمني عايزة كده يبص في عيني وتبص في عيني وكده وإنتي بتتكلمي ويمشي كده تبضلي تمشي وراه علاشان يبقى تتبع علي إحنا كنساء كده المرأة كده الراجل مش كده الراجل بيفقد تركيزه لما بيوص في عيني الست فأنتي عايزة يفقد تركيزه زغليليه زغليليه بالعيون تيجوا في عين الزوجتور تقول لك لا والله فيك كلام ده يا دكتورة ده انت في موال لا مش في موال ده حقاية وده حقيقة وناس عملية ودراسات ونظريات وتم يعني اقول لكم مثلا استخدامها فاكتر من كل كل حد حضر للدورة دي قريب او بعيد او كذا لغة العنون فرقت معا لغة الحوار فرقت معا بس ناخد بالأزب ما تيقاسيش ومتعدش تقولي اه مش عارف ايه وصله هو كذا لا 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 ما تيقاسيش ومتحطيش دايما ده ده في وهمة انا زوجي مش في نوع عادي ليه بتعملي كده او لتخش تكتب كومنتي لا دكتورة لا ليه 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 ظنف نفسك ان انت ما انتش قادرة تعملي حديث صريح بينكم وبين زوجك ليه يعني طريقة الكلام ذات نفسيها مع الزوج الطريقة ذات نفسيها مهمة جدا ونظرتك لنفسك انك تقدر يتغيري الزوج ده مهمة جدا انا مناش حابة صراحة يا خوات انتيج زوجة تقولك لا اصلا انا مش من نوعية دي وهو حاولت حاولت كم مرة حاولت يقدر ده زوج يا بنتي واللي شاف منك شاف منك اكتر 700 مليون الف مليون مرة من اللي اهلك واللي ابوك واللي امك واللي كز ده زوجك ابو اولادك لطرد انك انت يعني تهدمي بيتك وتهدمي بيئ عيال وتهدمي كذا علشان انت يقاسي ما تيقاسيش ما فيش منه فايدع مني لتعمليه ويحاسب هو امام الله على تقسيره وانت تحاسبي على ان انا بحاول مرة واثنين وثلاثة ان نصلح الزوج ده انا بحاول يا رب مرة واثنين وثلاثة ان الزوج ده يبقى زوج صالح ويبقى كذا ويبقى كذا لاي نصل لمرحلة من مرحل اليأس اللي تخليك لا تسمعي محاضرة ولا تعملي الكلام ده لاي نوصل لكلام ده يعني ادعو الله سبحانه وتعالى بجد يا خوات وجد يا زوجات ادعو الله سبحانه وتعالى ان ربنا يشرح صدورك اسمع يا بنتي اسمع مني واسمع من غير اخدي خير اللي بقوله اخدي خير اللي غيرك بيقوله اكتبي الكلام اللي انا بقولك اكتبيه وشوفي ممكن تطبقي منه ايه هو سمع ما سمعش ما تصيبك من الكلام ده هو التزم ما التزمش انت بتعملي حزبة لله لانقذ جوازك وحزبة لله عزراً الى الله انا بزعل جداً جداً لما لاقي زوجة يأسى وتقول لك انا 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 يأسى من الكلام انا فعلاً بجد مش عارف ايه ماشي طيب عندك اناس بتقول مش لما نتكلم مع بعض الاول كويس نبص للعيون حلو انا معاك يا اناس اتكلمє ايه اللي منعني ? ايه اللي منعني ? ايه اللي انك انتي تظلم مع زوجه ؟ يا زوجي يا الله بارك معك من فضلك لو سمحت من فضلك يا زوجي انا محتاجة اتكلم مع مين هو انا لو ما حصلش كده يعني ايه الوضع ايه البديل يعني قلي انا سايبة الكرة فما راح بقودني و Lif ونتكلم بقدب وي احترام ونيجعل جو الكلام ذات نفسه جو حلو جميل جو الكلام وجو القعدة انا عملالك كذا اكلتك الدنيا هادية عملالك مش عارفة ايه بنتكلم صوتي حلو لبسة حلو شكلي حلو رحتي حلوة بسمتي موجودة بصوا يا جماعة بصوا اليأس بيخليك ما تكمليش اليأس بيخليك ما تعمليش وغيرك والله الذي لا اله غيره اعرف حالات من الزواج زوج وزواء كانوا على شفا مش بس طلاق على شفا ان واحد فيهم يأذي الاخر ازيه جسدية ما لهاش علاج عها بصدق بصدق انا انا كنت متوقعة للعلاقة دي بعد الموقف والخناء الاخيرة يعني لو ما لحقوش نفسهم خلاص ما كانش هيبقى فيه خلاص انتهت ولما جينا كلمنا الزوجة والكلام ده قالت لا انا مش يأسا انا مش هسيب زوجي انا مش ههد بيتي ورفضت ان هي تعمل عشان بصدق ما توصلش ما توصلش لمرحلتي بقولك كان على وشك انه يتسجن بسبب عاها مستديما يعملها بزوجته تقولي لي بقى مفيش حوار ده مفيش حوار ده كانوا بيموته بعض ده كانوا بيدرب بعضه بيموته بعض بس هي رفضت تيأس قلت لها لو مشيتي معايا خطوة بخطوة والله بس تسمعي اللي اقولك عليه مش هتنفزي خلاص مع السلام لو مش هتنفزي يبقى خلاص مش هقدر اكمل معاك بتنفزي عشان قط في الاول بيبقى صعب اقولكوا ليه صعب عشان برضو انا ما بخسكيش حقك يا دي الزوجة ما علش يعني خلينا اقولك ليه صعب صعب لانك بتحاولي محد وانت طلع كل زي ما انت بتحب زوجك وجواك حب له انت مش شايفة في عينه كده شايفة في عينه انه هو كرهك شايفة في عينه انه هو مش حابب وجودك شايفة في عينه وفي تصرفاته وفي حاله انت مش فرقة معاه فبتيقاسي فمش هزاك تيقاسي يا كل زوجة من فضلك ما تيقاسيش ده زوجك يا بنتي وده بيتك ودي مملكتك حافظ عليها حافظ عليها انا عايز اقولك ان الزوج البيت اللي بقولك عليه الزوج اللي كان على وشك يتسجن ده 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 كان من مش عايز اقولك والله يا اخوات ما انا عايز اقولك عمل ايه وفي اخر الامر درجة يعني اقولك راجل كان ما بيتكلمش اصلا ما بيتكلمش اصلا دلوقتي بيجيب قبل ما يعوز يحاورها مش عارفة وردة معمولة على شكلها ايه بيكلمها بايه بيقولها بايه وكلمات حب باعتلي سكرينات وبتقول انا استأذنت ان انا باعتك عشان زي ما غمناك وحزناك اقولنا نفرحك ايه و هتيقاسي لانه هو اصلا لما تزوجت كان حبك وفي مشاعر جوا ليك هي المشاعر بس اللي ماتت وعملت ودبلت لا ايا كان يا ست انشغلت ما انشغلتش كنت السوبر زوجة السوبر امرأة لكن حصل دروب لكن هو ما يقس من جواه انت قصد ما تيقاسيش من جواك لانه لسه جواه حب ليك هو لسه جواه حب ليك ولو مشيته بالخطوات والله لو عملت اتنين انا رادية والدنيا هو بيحسك كده هو انا ما بقولك حوار غير لفظ انك بس تعملي السرير بشكل جمالي وانك كذا وكذا انا بحبك انا مشتقالك السرير ده له زكريات معايا ومعاك انا حاب احافظ عليها بالشكل الجميل ده بيوصل بيوصل فمتي اسيش متي اسوش يا اخوات اشتركوا في القناة